تعرض منذر لإصابة حربية قبل سنوات أدت إلى شلل في قدمه اليسرى وفقد على إثرها عمله حاول البحث عن عمل جديد لكنه لم يتمكن من ذلك رغم مرور ثلاث سنوات إلا أنه حصل في النهاية على منحة المشاريع التنموية وافتتح مشروعا صغيرا أسهم في تحسين واقعه المعيشي فترة أبلب على يوتيوب شفت مراحل تصنيع المراجح أطفال عجبتني الفكرة وحاولت طبقة بس بنفس الوقت ما في سيولة أنه جيب مواد أولية أو أنه لحتى أبدأ بها المصلحة عطوني قرض 1200 دولار اشتريت فيه مواد أولية حديد وخيط ونوموسيات وبدأت العمل بهذه المصلحة تعمل منظمات المجتمع المدني في شمال سوريا على إطلاق مشاريع تنموية تهدف لمحاربة الفقر من جهة وتوفير عمل للأسر النازحة بعد أن أثقلت تكاليف المعيشة كاهلهم بلغ عدد المستفيدين المباشرين من الصندوق ما يقارب 3500 مستفيد مباشر بقيمة توبيل الإجمالية تقدر حوالي 3600 ألف دولار حيث يعتبر برنامج دومي للأصغر من أهم الطرق في مكافحة الفقر تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوزت التسعين في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد ويضطر كثير منهم إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم ولا تقتصر معاناتهم على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي بل يواجهون خطر انتشار الأمراض والأوبئة رغم تعدد مبادرات المشاريع التنموية للنازحين يرى مراقبون أن احتياجات الناس هنا أكبر بكثير مما تبذله المنظمات في سبيل ذلك بسبب اتساع دائرة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار يمان السيد الحرة محافظة إدليم